تعطيل الدستور والعيش المشترك يحمل معطل الاستحقاق الرئاسي والمتحلفون معهم من تحت الطاولة المسيحيين مسئولية التسبب بالشغور في منصب رئاسة الجمهورية لأنهم كما يدعون لم يتوافقوا على مرشح ولكن هذا القول مردود لأصحابه لأن القول المسيحي الأساسية أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب وغيرهم توافقوا على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ولكن ذلك لم يسمح باستمرار آخر جلسة الانتخابية عقدت في 14 حزيران وفرط حزب الله وحلفائه نصابها كالعادة إن تطبيق الدستور لجهة انتخاب رئيس للجمهورية لا يشترط توافقا ولا حوارا بل هو يضع الألية لانتخاب رئيس الجمهورية وهذه الألية يفترض أن تطبق حرفيا وفي موعدها الدستوري وكل ما يعطلها هو هرتقاط واعتداء على استقرار البلد وثبات الدولة وضرب لنظام الحكم والعيش المشترك لقد ارتضى غلات المناديين بالعيش المشترك ولسيما قوى الممانعة وفي مقدمها حزب الله أن يثبتوا بالأفعال لا بالأقوال أنهم لا يرغبون بهذا العيش ويريدون الخلاص منه ولذلك يرفضون الاستجابة للمطلب المسيحي الموحد بانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن ويتعمدون ضرب هذا المطلب عرض الحائط غير عابئين بالدعوات المتكررة لانتخاب رئيس ولسيما من قبل البطر الكراعي الذي أصبح يشعر هو والمسيحيين أن هناك من لا يريدهم في هذا الوطن لا يريد هؤلاء انتخاب رئيس للجمهورية لأنهم لا يؤمنون سوى بفرض رئيس موال لهم يواصلون من خلاله مصادرة السلطة والقرار واستمرار نهج تدمير العلاقات مع دول العالم والدول العربية ولن يسمح للمسيحيين بأن يطلقوا مرة أخرى معركة بناء الدولة والاستقلال الثالث وتحرير الإرادة الوطنية من يد خطفيها لا يريد هؤلاء أن ينتخبوا رئيسا لأنهم بكل بساطة لا يريدون دستورا يطبقونه فيخترعون العذر الأقبح من ذنب فيعطلون إعادة تشكيل السلطة لتعالج المشاكل والأزمات لا بل العكس يورطوننا في المزيد من الأهوال وفي مقدمها حرب لن تقدمه ولكنها بالتأكيد ستؤخر